ده الواقع ده مش خيال عرفت ليه ده ما نقولك ما تخليش حد يلعب في دماغك بص الحفرة والشغل وإيه الجمال ده مصر والله العظيم بجد بالمعنى الحرفي بتتبني من أول وجديد مش بس بتتغير لأ مصر بتتبني من أول وجديد لما يبقى فيه عندي مجموعة من المدن جيل ثالث وجيل رابع من الحداثة بالمناسبة إجمالي الأطوال 1795 متر زمحتك شاي التكلفة بقى 360 مليار احنا بقدم بتكلم على التكلفة كده يعني مليارات بقت إيه؟ إيه وعاكم لأنا عايز أقولهولك إنه تاني هرجعك على مسألة ما ينشأ ويبنى من أول وجديد from scratch زي ما بيتقال من مدن اللي زي ما كنت بقولك الأسبوع اللي فات هي تضاعف المساحة العمرانية المصرية أي المساحة المعمورة التي يسكنها المصريين من السبعة في المية اللي أنا وإنت عيشنا فيهم طول عام عمرنا بناخدهم كده في الكتاب في المدرسة فتبقى 14% الدبل يعني كل اللي موجود عملنا قده يبقى مصر تبنت من أول وجديد ولا لأ؟ فيهمتيني بقى صدق إيه؟ فيهمتيني ليه بقولك؟ ما تخليش حد يقعد يزعزع فقتك؟ ما تخليش حد يقعد يزغزغلك في نفوخك وإدماغك؟ ما تخليش حد يقعد يزن عليك؟ يزن عليك؟ يزن عليك؟ ليه؟ أصله اللي هيوقف الزنة ده المنطق والعقل والحقيقة والأرقام هي دي الحقيقة اللي انت شايفه قدامك حقيقة التشغيل التجريب حقيقة مش مجرد حلم مش بنحفر حتة فبنقولك مص احنا بدأنا الحفرة وانت شايف قدامك السكة وشايف القطر بيتحرك هتكدب عينيك؟ ما ظنش المصري عائل المصري كبير عظيم بص الدنيا بتتكلم عليك ازاي وبص على أشقائك بيبصوا عليك ازاي وبيحبوك ازاي وبيحترموك ازاي وبيقدروك إلى أي مدى ما تجيش انت تبخس من نفسك ومن قدرك انت اللي بتحفر يا سيدي وانت اللي بتشغل القطر زي ما انت اللي هتستخدم القطر انت اللي عامل ده فهمتني يا أصول انت اللي عامل ده يجي حد يجي يقول لك إسلام انت ما بتعرقش انت ما بتفهمش انت ما عندكش فكرة اللي يجي يقول لك ما حصلش قل له أنا اللي بنيت أنا اللي حفارت أنا اللي شغلت أنا اللي صنعت اشتركوا في القناة